بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد كان آخر ما توقفنا عنده هو ذكرنا لبعض آثار النبي صلى الله عليه وسلم حول ما يتعلق بفضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم توقفنا عند الحديث الصحيح الذي رواه الدار قطني وصححه العلماء وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبضة وفيه الصعقة فأكثر علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي هذا فيه دليل على أنك إذا قلت اللهم صل على محمد فإن هذا يصله بطريقة غيبية لا بطريقة منطقية عقلية تقول لي إن العقل يستحيل ذلك إن العقل لا يصدق هذا إذا قال ألف شخص صلى الله عليه وسلم تعرض عليه دفعة أم واحدا واحدا نقول إن هذا في علم الله وهو غيب الواجب عليك ما هو أن تؤمن بأن هذا حق لأن الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاة عليك وقد أرمت أي صرت رفاتا وترابا كيف تعرض عليك فقال إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء وهذا حق أيضا وهو واقع فأنبياء الله حرام على الأرض أن تفني أجسامها وهذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء وعلى هذا يكون أن الله عز وجل كما يشهد له بهذا أدلة أخرى يرد له روحه فتصله صلاتك ويصلي عليك وفي رواية صلى الله عليه عشرا من الأحاديث أيضا ما رواه الإمام الترمذي وكذلك المنذري في الترغيب والترهيب من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي فقال ما شئت قال قلت الربع قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت النصف قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت الثلثين قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت أجعل لك صلاتي كلها قال إذا تكفى همك ويغفر ذنبك وهذا في عدة فوائد أولها أن الصحابة الكرام حرصوا حرصا شديدا على الصلاة على رسول الله فكان هذا شغلهم الشاغل وعليه نحن لا بد أن نأتسي به فنجعل الصلاة على رسول الله تجري على ألسنتنا في كل أحوالنا وأنت تدرس وأنت في السوق وأنت تمشي إلى البيت أو إلى المسجد في كل أحوالك تنبه وقل اللهم صل على محمد قال ما هي النتيجة إذن تكفى همك فما هو جعلك يعني تهتم لأجله هذا يكفيك إياه ربك قال ويغفر لك ذنبك وأيضا صح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا وكذلك عن أنس من ذكرت عنده فليصلي عليه فإنه من صلى علي مرة صلى الله عز وجل عليه عشرا فإذا صليت عليه مئة فسيصلي عليك كام ألفا وصلاتك مهما كانت فإنها صلاة بشرية وتقصد بها كما عرفنا الصلاة على رسول الله وقلنا هي الطلب من الله أن يثني ويعظم عبده محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى صلاة الله عليك ما هي أن يذكرك باسمك في وسط الملائكة فقط لأنك قلت بإخلاص اللهم صل على محمد يذكرك ربك عشر مرات في وسط هم خير من وسطك بين جبريل والملائكة وميكائيل وإسرافيل وكل الملائكة يذكرك باسمك ويثني عليك ويعظمك بهذا الصلاة على رسول الله فيها فضل عجيب ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحطت عنه عشر خطيئات ورفع له عشر درجات فإذا قلت اللهم صل على محمد يكفر لك عشر معاصي ويرفعك عشر درجات أي أنك يوم القيامة سترتفع في درجات الجنة لأن الجنة درجات فلربما تصل الفردوس فقط بقولك بإخلاص اللهم صل على محمد أيضا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى علي صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى عليه فليقل عبد منكم أو ليكثر فإذا قلت اللهم صل على محمد بقيت الملائكة تصلي عليك انظر إذا قلت اللهم صل على محمد يصلي عليك رسول الله ويصلي عليك الملائكة ويصلي عليك رب العزة كل هذا فقط لجملة في جزء من ثانية اللهم صل على محمد فالصلاة وهكذا يا إخواني نرى من المسلمين من لا يصلي على رسول الله في اليوم ولا مرة بينما يزين الشيطان البدعة في هذا ولهذا من البدع ومن مظاهر البدع التي هي منتشرة في زمننا أنك إذا تجادلت مع إنسان فأراد أن يسكتك أو يهدئك يقول لك صلي على رسول الله هذا ليس من الدين هكذا بعض الناس يجاد لك يحب هو يهضر ويقول لك صلي على رسول الله استعمال هذا اللفظة من أجل هذا المقصد لا يجوز وهذا الفعل لم يفعله الصحابة الكرام نقتصر على هذا القدر حتى لا نطيل الله أعلم صلى الله وسلم ومبارك على نبينا محمد نعم